بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن التحصنات المستعملة ضد بكتيريا الكوليستريديا ولزي ما قلنا إن هذه التحصنات لابد أن تعطى مرة كل 6 أشهر في شهر مارس وفي شهر سبتمبر لجميع الحيوانات لإنتاج الأجسام المضادة بكميات وفيرة تحميه من الإصابة مع مراعاة تحصين الحيوانات الأشهر بالجرعة المنشطة قبل الولادة بمدة لا تزيد عن شهر وتحصنات الكوليستريديا المستعملة هي تحصنات كتير جدا هنذكر منها بعض الأمثلة على سبيل المثال للحصر أولا تحصين الكيبولاك وهو لقاح عالي النقاوة يحتوي على بكتيريا الكوليستريديا من المثبطة ويحمي ضد جميع أمراض الكوليستريديا وتحكم به الأغنان بمعدل 2 ملي لتر والحملان بمعدل 1 ملي لتر وهذا التحصين يحقن تحت الجلد أو في العضل ويعطى للحيوان جرعتان بينهما 4 إلى 6 أسابيع ثانيا تحصين الكوفاكسين 8 وهذا التحصين ضد 8 أمراض من أمراض الكوليستريديا ويعطى بالحقن تحت الجلد بجرعة من 2 إلى 5 ملي لتر سواء بالرقبة أو الإبط ويتم إعطاء جرعة منشطة بعد 4 إلى 6 أسابيع وهذا التحصين يعطي مناعة كافية تصل لمدة عام ويعطى لجميع أفراد القطيع مع عدى حديث الولادة حيث تأخذ المناعة عن طريق لبن الأم التي تحصن قبل الولادة بشخر ثالثا تحصين الألتراباك ويعطى بجرعة 2.5 ملي لتر حقنا تحت الجلد أو في العضل ويتم أيضا إعطاء جرعة منشطة بعد 4 إلى 6 أسابيع من الجرعة الأولى لزيادة معدل المناعة وأيضا من التحصنات الجيدة جدا تحصين الوان شوت ألترا وهذا التحصين هو تحصين يقل حيوانات ضد الكوليستريديا والباستريلا أيضا وهذه هي النقطة التي يفضل فيها هذا التحصين عن باقي التحصنات لأنه تحصين مزدوج ضد الكوليستريديا وكمان الباستريلا وهذا التحصين يحفظ في درجة حرارة من 2 إلى 7 درجات مع الحرص على عدم تجمد هذا التحصين ويتم استخدام هذا التحصين مباشرة بعد فتح العبوة ويحقن هذا التحصين بمعدل 2 مليلتر للمواشي الصحيحة السليمة ثم يعقوبه جرعة أخرى تنشطية 2 مليلتر أيضا بعد 4 إلى 6 أسابيع ويمكن إعطاء تحصين الوان شوت ألترا كل 6 شهور أو مرة واحدة في السنة وهو تحصين مهم جدا في أثناء نشاط الكوليستريديا والباستريلا وده طبعا زي ما قلنا قبل كده في الظروف المناخية الصعبة أو في حالة النقل وفترة السحبة أيضا لهذا التحصين هي 21 يوم وأيضا من التحصنات الجيدة من تحصنات الكوليستريديا هو الألترا تشويس وبيتم استعمال هذا التحصين أيضا بعد فتح العبوة مباشرة ويجب الانتهاء منها وعدم استخدامها مرة أخرى بعد فترة من الزمن أما عن جرعة الألترا تشويس فهي كالتالي في المواشي بيتم حقن 2 مليلتر تحت الجلد كجرعة أولى ثم تعادل جرعة مرة أخرى بعد 4 إلى 6 أسابيع أما في الأغنام والماعس بيتم الحقن بمعدل 1 مليلتر تحت الجلد وتعادل جرعة أيضا لتنشيط المناعة وازيادتها بعد 4 إلى 6 أسابيع وهذا التحصين يعتبر تحصين سنوي يعاد كل عام ودي تعتبر أشهر التحصنات اللي بتحصن بها الحيوانات ضد الكوليستريديا وفي منها اللي قلنا أنه يستخدم ضد الكوليستريديا وكمان الباستريلا اللي هو الوانشوت ألترا في نهاية الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة فور نزلها وكمان تدعم القناة باللايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك من المربيين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة